نروح مع حضراتكم من إنا نروح لمحافظة الأقصر وزملتنا جهان عبدالدايم مرسلة صباح الخير يا مصر موجودة في محافظة الأقصر وعملت لقاء مع أحد أعضاء الوفد السنغالي المشارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية واللي بيحمل اسم المخرج السنغالي الكبير جبريل دايوب صباح الخير عليكم مشاهدينا يمكن النهاردة منتابع معاكم أيضا هامش على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر ويمكن المهرجان السنة دي بيه عدد ضيوف يعني كبير جدا من 35 دولة أفريقية فنانين ومواصلين وكتاب وأعلاميين وصحفيين النهاردة المهرجان هام جدا لذلك كان معنا حيبقى ضيف إفريقي موجود معنا علشان نعرف منه إعلامي وصحفي السيد نجيب وأيضا هو الذي قام بعمل كتاب مخصوص عن الذي قامت على يعني شرفيه هذه الدورة الممثل السنغالي دي جبريل الأول بنرحب بضيفنا الكريم أهلا بيك السلام عليكم النهاردة يمكن بنكلم في البداية عن أهمية هذا المهرجان وحضورك لي وأيضا عن ما ترى من ناحية الإعلامية والصحفية ومردود هذا المهرجان على المستوى الإفريقي حبيب أنه يشكر كل القائمين على المهرجان والمنظمين لأن كل شيء بالنسبة له هي ماشية بطيقة لطيفة وكويسة موسى توري قبل كده اتكلم عنه هو كان مفهود مدعو للمهرجان من نسبة له مهرجان لقصه للسلمة أفريقية مهرجان مهم جداً كذا حد من السنغال سواء في لجان التحكيم أو معهم أفلام وده حاجة مشارفة جداً بنسبة له تعليقه على الأفلام اللي ستطرح من خلال المهرجان شف أفلام بجودة عالية جداً وخصوصاً الأفلام المغربية اللي تعرضت مبارح المخرج السنغالي اللي على شرفه يقام هذا المهرجان مهرجان الأقصى للسينما الأفريقية معلومات عنه وأيضاً الكتاب اللي كتبوا بخصوص هو مخرج مهم جداً وهو كان عاصر فترتين من الزمن الفترة اللي قبل الاستقلال وفترة اللي بعد الاستقلال وشغله كان مهم جداً بالنسبة للسينما السنغالية هو عمل خمس أعمال فنية مهمة جداً فيلمين طوال وثلاث أفلام قصرين والأفلام دي هتفضل طول عمرها في ذاكرة السنغالية مشاهدين زي ما شفنا كان معنا أحد يعني الإعلاميين الأفرق اللي كانوا محاضرين في المهرجان طبعاً بنوعدكم دايماً بمزيد من المعلومات على مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وعودة مرة أخرى إلى الأستوديو